السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة المعد العلي للطيور تحية طيبة لجميع الإخوان اليوم إن شاء الله سنحضر على هذا الموضوع مهم ومهم جدا وهو بخصوص تلقين أو تربية طائر تيم براندو سنحاول اليوم إن شاء الله سنشرح مجموعة هذه الأشياء حول تربية هذا النوع من الطيور بحكم أنني بكل صراحة يعني ما زال كنسمع بعض الأخطاء الشائعة حول هات السلالة ولا هات النوع من الطيور أنا بكل صراحة يعني لا توجدوا يعني مواضيع كثيرة ولا بأيزمبل جمعيات ولا باحثين لهذا رفاد الميدان وخصوصا باللغة العربية وحتى باللغة الفرنسية أو باللغة الإسبانية جميع المعلومات اللي كالتطاء كالتطاء ناقصة ربما واش أحدهم عندهم ذلك فكرة باش يخليوه يعني هذك شي بارتاجي بناتو ما بغين شديعوه ربما فعلا أنتو ما ما عارفين العلم لإله ولكنني بالنسبة لي بجري ان شاء الله جيت سوف نوضح لكم يعني من خلال جربة ديالي سنوات مع هذط آير المسألة الأولى اللي عليت تم اوضحه الجميع كل شيء يتكلم عن عن الانية المشكل الكبير هو الدس كونتوني ما يعرفوه شبتناوه غير قالوا لي الدس كونتوني حقارة يضربه قطعه و لكن ما كان قولوه يقرطف الكلام و لكنها تشيرها لها على قليل بطائر الدس كونتوني أول ما بنى تيم براندو ما كان عرفوه التيم براندو هو التيم براندو أوريجينال أو الكونتوني يعني الكانار بالعربية صوفاش هذا هو الكانار اللي كان عرفوه يعني الكانار الصوفاش اللي التواجد في الطبيعة هو هالطائر و ربما هو الطائر الواحد اللي نقدرون نقوله أقرب الى الطائر الكاناري الأصلي اللي التواجد في جزء الكاناري حتى بني كان هدروع المالي نوا أو الأفلاوطة و هذا كل شيء غير تهجن مع مرور الوقت و تنقى وصوله لات أخرى و لكن الأصلي راكي يبقى هو التيم براندو بالنسبة لطائر التيم براندو سوف نحضره دابع الكونتوني بالنسبة لطائر التيم براندو يعني كي يكون فيه الكاناري يعني اللي كنسميه كي يكون شابيه بالكاناري غيره هو كي يكون عنده واحد صوت ميطالي كي يكون عنده واحد لا ميموار كبير بطرابور الكانار اللي كالقوا عادي و الصوت كما نقوله الجبح فعلا كتسماء الحديد كيتدرف فيه هذا هو الكانار من ناحية الشكل لا تتعرفش طائر تيم براندو حتى يتكلم كين كنسماء حقه خاص يكون رجلي كحليا خاص الخضورية تكون لا علاقة بها كل شيء يبقى غير مجرد كلام تيم براندو في جميع الكولور ما عادة اللون الأحمر أو البرتوقالي هذا اللي ما كينش كين البيض كين الصفار كين القريز كين المجلج كله هذا كيت تعتبر تيم براندو ومن خلال جريبتي ديما كنلاحظ أن اللون الأخضر كيكون أكثر حدة من جميع الألوان وغالبا حتى في اللي كونكور اللي يعني شاركت فيهم كيبقى دائما الأخضر هو اللي عنده واحد المتياز لكي يفوز بالمراتيب الأولى لأن اللون تفادينا لا يتعرف بشكل تيم براندو لا يتعرف بشكل لا يتعرف بشكل من خلال تغريده كنا نلعبه في الكونتوني ومن بعد دزنا الديس كونتوني ما هو الديس كونتوني؟ هذا الديس كونتوني ليس طاح من جبل الأخوة هذا الديس كونتوني يخرج من الكونتوني لم يتعرف بشكل بعيد وفي أن الطائر يضرب الكناريا لم يتعرف بشكل ما الذي يقولوني هذا الديس كونتوني بعد ذلك لم أدخل لي دماغي لم يتعرف بشكل كونتوني لم يتعرف بشكل كونتوني يعني بشكل أو ما ذلك ما يتعرف بشكل لذلك ، يسألوا الوادى الثموط من هذا اللوح هنا يسسمونه الــــدسコنتيني لأنني نذكر الطائر التي يقطع يسهل العلم أو الطائر التي يهدر بطريقة متواصلة أو غير متواصلة الـــــــــــــــــــ ...هو طائر الــــــــــــــــــ.... لكن حيايب منه الروح وحيذ منه الثموط من هذا اللوح أو ما يسمونه لأننا صمعت حيث حياتهم منه هذا هو ما يسمى الديس كونتيني وحيده من وديك تشاو تشاو وفهمتي يعني نقاو خدوا واحد التغاريد مزيانة حتى هنا متافقين طريقة كيفاش ما كينش اللي بغي يشرح لنا الطريق بشكون واضح معكم جميع الوضوح ولكن حاجة اللي من الخبرة ديالي وكتشفت أنا والعلم لله رانقدر نكون خاطئ ولكن هو مجرد أن الكلام تفيكسا يعني اشغررجوا واشنوى الكلام تفيكسا سنشط طائر كونتيني سنحيد منه لرودادو لتينبري سنعطي الوليدات غي يحفظوه ماشي جميع الوليدات غي يجيبوا هذا الكلام إلا بعد الفيراخ اللي غي تجيب هذا الكلام ما تجيبش الروداد هذا كل الفيراخ غنشدهم هم اللي غنخدم بيهم وولادهم نخليهم يتسنتوا الوالدين ديالهم بحكم أن ما فيهم شيء أخطاء يعني كلام كي بقى ديسكونتيني وهنا را في الأول الناس اللي بدأت ديسكونتيني را كلها بدأت بالحفاظه كانت كتحفظ حتى كي تفيكسا الكلام من بعد أبدأ هذا الكلام بدأ كي تطور بدأوا هذه كل الولاد بحكم أنه مبقاوش كي يبانوا في الهلفاج بدأوا كي يأخذوا ذلك كله في الوريوس تغارض ولا الطير كي تنوع غير هو بالنسبة لهذا الديسكونتيني لا نقدر نقول كي نجوش طرق كي نجوش طرق من أكد أن الطير حافظين ودخلوا الكونكور وتنوطة بالنسبة لي ما يدوش في الكونكور على حساب ما يقولون على حساب ما يقولون لي سبان فلورياردو والكانتور هذا ما يتحفظوش الطير هذا ما يتحفظوش هذا يجيبوا كلامهم دم ذلك بقى يدار هذا التزاوج بقى يدار هذا التزاوج بقى يقدروا أنه نحن طفارات بقى الانسان يخدم مقنين يجيبوا طفارات خرجت من هذا الديسكونتين خرجوا واحد السلالات الذين يبدوا يجبوا الكلام دم ذلك يتعزلوا صغار ويجبوا يجبوا الكلام الدم ذلك ومشوا يعني التاجوا هذا الكلام الدم الذين يتنوطوا يجبوا هذا الكلام الدم يعني الكوبلات والأبوين الذين يتختاروا والأولادهم سيطوروا في هذا الكلام يعني هذا الطير بعد ولكن هذا ما يعنيش أنه سنجيبكم الدسكونتيني و فلوريارد وما جابت الروضاء والتينبري سنقول لا سيطوروا لا سيطوروا بإذن الله مدام أنك خذتها من عنده واحد السيد اللي فعلا كيدير هات السلالة الدسكونتيني لأن الناس الدسكونتيني لا يمكنش يخلط لأنه لمشا جاب كان أروح الطرق يخرج على كل شيء دائما ينقى لأن الوليدات التي تزادوا عندهم سيطوروا ينقى لأن هذه أصعب مرحلة في تربية الطائر الدسكونتيني هو أن الوليدات التي تزادوا خاصة المولوع تكون على القرص يعني إن يسمع أوليات بجغط كما بجغطها يشدد الوليات خاصة لأننا في حال العدوى غير نطاق هالطير الأول سيشدد لأنها تتعلموا لأنها سهلة لأنها تتعلموا كما يسمعوا نهار الأول نهار الثاني وأن ينقى من التغاريد الغير محببة هم يطوروا في الكلام مع بديتهم حتى توصل الطيور ممتازة هذا سيجد الرجع إلى لحظة معي اليوم أنا حطيت طائر يعني طائر لي والدي كلام ملقي مزيان وسبح الله العيد العادي ملك الطائر يعني يجيب واحد تغريد لخطأ كبير وخطأ واضح يعني كما كان نقولون التمزاق مزق وغالبا كلوك تمزق له هذا ما يعني أنه الطائر رغم خدام ومصالح حتى شيء حاجة قاوية يغني بطريقة غير جيدة ولكن يقدر يعطي نتيجة مزيانة غالي نعطيكم مثال الذي يوقع عندي وداز عندي قدام عينية حتى أنا كان آمن بشيء بالجريبة لم نريد أن نسمع بزاف ونريد أن نطبق حتى نسمع أي نأخذ بعيد الاعتبار ولكن نريد أن نطبقها لكي نعرف هو صحيح أو ما صحيح لدينا واحد وربما الثاني في مدينة الداربيضة عندي طيور واحد درب المرتبة الأولى واحد درب المرتبة الثانية ونحصل على شيء واحد بعد اخت درب المرتبة الأولى أزاوجته مع أخت طيور frente من المرتبة الثانية واخذت ظاوجته مع الأخت دير الطائر لدرب المرتبة الأولى بالنسبة لي هذا شكل عندي قصمان بالله بغي سغير شي طائر منهم يوصل هذا النيفو اللي نقدر نهزوه ونديل كونكور دي المراكش تشي طائر من هادو كاملين ما عجبني الكلام دياله ووحد طائر اللي كان خبق مع الإنز وبالني سمعتوه أشغدي نقول لكم الإخوان را ما في لكلام لأولوش هذا اللي لحت في يوتيوب را كي خرج كليما تزوينين ولكن في لعبة هذا را أصلا ما كي خرجش هاجة زوينة وكله تمزاق وسبح الله ما يزوه لو ذاك الطائر دونك واحد نتوى يعني مذكار ديال هادو داعلية ما كينما يدلق ترى اللوح هذا باش ميدوش لعب خاوة في أطاني جوج ولاد تكلاسة أولية في مراكش واحد تكلاسة برومير وواحد تكلاسة سين كامب ولي والدي هم كلاسين ما أعطونيش علاش العلم ولله هو السولة لسولة لواحدة طائر الأب كي غرد مزيان ما أعطيتش حاجة ولكن طائر خور لي ما أصلا ما كي غردش سبحان الله را كان نفحل شكل ديال طائر زيزون ما كيتكلمش أعطى مزيان أعطى مزيان فلهذا تيم براندو خاصك تبغي تيم براندو خاصك تشتهد فيه أي كوبلة خاصة يكفي أنها تكون تيم براندو فريما مخلطة موالو راح تقدر تنتج بها تقدر في الأول إلا ما كانش عندك كلام زوين خد أي كلام حفظ به يقول لي عندك واحد كلام زوين ضير في الليل فاش أبخي بني تزادوا الوليدات را غادي نبدو هزو من هذا الكلام ومن بعد را كتعزلهم هما را كي بدو يديفلوبيو في ذلك الكلام يعني في حال أعطيتهم بعض حروف بالعربية وخلي تيمه ما يلاقيه وكل طير غادي يلاقي على حساب النغم اللي عجبه اللي عجباته نتمنى أن نكون وضحت واحد عمور بزاف وهذا الفيديو بكل صراحة بغيت يوصل لأكبر عدد ديال المالية دونك باش تعاونوني وعمرني ما طلبتها منكم لا في فيديوات ديالي را عمرني ما كنقول لكم خليوا لي كومنتيق بغيت أي واحد بقاه هنا يخلي الرأي ديالو في هذا الفيديو باش يدالوا لي كومنتيق وإن شاء الله ملك ومنطقة ديالكم سنحاول نجاوبكم فيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته